بسم الله السلام عليكم كيف حالكم أيها الصف السابع أتمنى أن تكونوا بخير لازلت أقوم بصنع الفيديوهات لكم وشرح الدروس وأنتم أغلبكم يعني يرسل الإجابات والواجبات المطلوبة منه لكن أريد أن أخبركم أنني فعلا 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 مشتاقة لكم مشتاقة لوجودنا في الصف ولتفاعلكم معي والاتصال المباشر بيننا يعني حتى المشكلات البسيطة التي كانت تحدث أنا فعلا مشتاقة لها فأتمنى أن تقدروا هذا الضرف الاستثناء الذي نمر به وأن لا تتراجعوا عن دروسكم وأن تحافظوا على كتابتها والتخطيط لها وحل واجباتكم دائما وإن شاء الله سوف نعود أدراجنا إلى الأصف بعد أن يمر هذا الضرف الاستثنائي وأن نعود إن شاء الله بألف صحة وعافية الآن موضوع درسنا لليوم بعنوان الاقتصاد في الماء ودرسنا جدا جدا سهل لكن أريد منكم أن تفتحوا الكتاب تمسكوا القلم وتفتحوا العقول معه أيضا أقرأ الحديث النبوي لكم حتى نعرف ما موضوع الدرس لهذا اليوم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضى هناك صحابي جليل اسمه سعد بن أبي وقاص وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو يتوضى فقال له ما هذا السرف يا سعد الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل سعد لماذا تسرف في الماء قال أفل وضوء سرف يعني أنا إذا كنت أتوضى وكنت يعني يعني أستخدم الماء بشكل جدا كبير فأضعنا حاجة هذا سرف قال نعم وإن كنت على نهر جاري يعني إذا كنت توضى وذلك على نهر جاري يعني وهذا تشبيه مجاز نعتبره يعني لا تسرف الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما كان من أكثر الصحابة رواية وكتابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما زاهدا توفي سنة 65 هجر إذن علينا حفظ التعريف بالصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن العاص الآن ما معنى كلمة السرف تجاوز الحد في استعمال الماء أو في الانفاق يعني أن تستخدم الماء بشكل مبالغ فيه أن تكون مسرفا يعني لا أظن أن هذا المعنى غريب أو جديد عليكم إذن دعونا نقرأ الآن شرح الحديث النبوي الشريف الماء نعمة من الله تعالى على الإنسان والحيوان والنبات لماذا هو نعمة؟ هو سبب حياة كل شيء في الأرض قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي إذا قلت لك ما هي دلالة هذه الآية؟ يعني ما معنى قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي كتبت السؤال هنا وهذه الإجابة إذن السؤال دلالة الآية أريد أن أجعل الإجابة بلون مختلف حتى تعرف إذا قلت لك ما دلالة الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي تجيب هو سبب كل شيء في الأرض الماء هو سبب حياة كل شيء في الأرض وقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة شكر الإنسان ربه على هذه النعمة كيف يكون الشكر؟ قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ المزن يعني السحاب أو الغيم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون يعني الله عز وجل يقول لنا هذه الماء الذي ينزل لكم من الغيوم أشكروا الله على وجوده كيف؟ هي وضعت هنا السؤال كيف نشكر النعمة؟ كيف نشكر الله عز وجل على وجود الماء؟ الشكر يكون بالمحافظة عليها وعدم تضيعها إذن بالمحافظة عليها عدم تضيعها المحافظة عليها لا أسرف فيها عدم تضيعها يعني لا أترك مثلا صنبور الماء فاتح وأذهب لأتحدث مع أخي ثم أعود لإغلاقه هذا يعتبر تضيع للنعمة والله عز وجل نهانا عن ذلك في الصفحة التي تليها يقول لنا استخرج من الآيات الكريمة الآتية فوائد للماء قال تعالى وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ما الفائدة من الماء؟ إذن أول فائدة هنا إنبات الثمار هذه دلالة أول آية إنبات الثمار في الآية الثانية وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به يطهركم يعني طهارة نظافة إذن الفائدة الثانية للماء الطهارة والنظافة نحن نقوم بالوضوء من الماء نقوم بالاستحمام باستخدام الماء إذن له فائدة ويرد أن أضعها هنا بجانب الآية الثانية الطهارة والنظافة الآية الثالثة هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب إذن لماذا أنزل الماء؟ أيضا للشرب إذن الفائدة الثالثة للماء من خلال الآية هي الشرب لا أعرف لماذا إذن نضع كلمة الشرب هنا عند الآية الثالثة أظن ذلك واضح الآن لا تقتصر أهمية الماء في الحياة على الاستخدامات اليومية المعتادة بل إن له أهمية كبيرة في عباداتنا وطاعاتنا إذا جئت بهذه الفقرة وقلت لك وضح كيف يكون الماء له أهمية في عباداتنا وطاعاتنا تقول بأن الماء شرط أساسي في صحة الصلاة لا تصح الصلاة إذا لم يكن هناك لدينا وضوء لم يكن لدينا طهارة هذه من أساسيات ومن فرأض الوضوء أن تكون فرأض الصلاة أن تكون على طهارة وأن تكون ملبسك نظيفة وأن تكون متوضع إذا فالماء له أهمية كبيرة في عباداتنا وطاعاتنا الآن ومع أهمية الوضوء إلا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه لذلك نهى عن هدره يعني هدر إسرافه حتى لو كان ذلك الماء من نهر جار ولو كان من أجل الوضوء قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله عز وجل لا يحب المسرفين هنا تحت الصندوق قد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قصة الحديث بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرأاه يتوضأ ويسرف في الماء فأرشده إلى عدم الإسراف فيه إذن نقول ما موقف الرسول؟ هذا هو السؤال على هذه الفقرة ما موقف الرسول من سعد عندما رآه يسرف في الوضوء؟ تقول لي الإجابة أرشده إلى عدم الإسراف فيه أي في الماء وأمره بالاقتصاد في استعماله حتى في العبادة وإن كانت المياه متوافرة وكثيرة إذن أرشده إلى عدم الإسراف أمر أن يقتصد في الماء حتى لو كان بذلك من أجل العبادة وحتى لو كان هناك الكثير من المياه إذن هذا دليل على أهمية المحافظة على الماء الذي هو أساس الحياة أتمنى أن تكون قد وصلت فكرة الدرس الآن الواجب كما المعتاد حل أسئلة الدرس على الدفتر كتابة اليوم والتاريخ وعنوان الدرس اسم الطالب في أعلى الصفحة والتقاط صورة للدفتر وإرسال الإدارة سأقوم كالعادة بإرسال الإجابة النموذجية بعد كتابة أسماء الطلبة الذين قاموا بحل الواجب في موعد أقصاه مساء الغد ودمتم يا سابع بألف ألف خير ترجمة نانسي قنقر